بعد الفيديو ده مستحيل تشتريه من بره تاني هتعمليه في البيت بطريقة سهلة وبسيطة جدا وهيطلع بقى بالجمال اللي انتو شايفينه ده قوام ولون وطعم عايز اقولكو بجد طحفة جدا يلا بينا بقى نشوف الطريقة الجميلة ده اتعملناها ازاي بما ان الحزمة بجنيه جبت بقى خمس حزم بخمسة جنيه وهوفر مية جنيه وهعمله بقى في البيت انضفه احسن من بره بكتير جفا بقى ان انت عاملاه بقى ديكي نضفي بقى النعناع معاك كويس جدا اي واحدة كده شكلها مش لطيف معاكش ليها وهبتدي بقى اخسله معايا كويس جدا وهجيب بقى المقص وهقصه معايا بالشكل اللي انتو شايفينه ده كده تمام معايا خدت بقى حزمة وبرده قطعتها معايا بالشكل ده وههويها بقى على مناديل عايزينها كده تبقى نشفة معانا خالص مايبقاش فيها كده ولا نقطة مية معايا بقى هنا الحلة وفيها مية سخنة جدا وهنزل بقى بالنعناع واسيبه بقى المدة خمس دقيق يغلي بقى على النار كده تمام معايا وزي الفل هطفي بقى عليه واسيبه يبرد تماما كده بعد ما برد معايا جدت بقى المصفى وهبدأ اصفيه وهاخد بقى مية النعناع بس هجيب بقى الحلة وهنزل بقى كوبايتين من السكر اتمنى بقى تعملي مشاركة للفيديو عشان الكل يستفيد وهنزل بقى بمية النعناع وهقلب بقى كويس جدا وهرفعهم بقى على النار واول بقى ما يغلي معاك كده هتبداية تنزل بربع معلقة صغيرة من اللون الاخدر الصحي بيبقى عند اي عطار شايفين بقى اللون المية تغير معايا خالص واعتنزل بعصرة من اللمونة وكيس فانيليا واول ما يوصل معاك المرحلة الغليان ديت هتكفي بقى النرع ليه على طول هنسيبه بقى يبرد وهنجيب بقى النعناع كده تهوى معايا تماما من مية وهتجيب بقى اي علبة كده عندك وهتحط فيها من نديل وهتحط فيها النعناع وهتحط بقى المعلقة المعدن دي هيقعب معاك اكتر من شهر في التلاجة مش هيجراله اي حاجة جربي بقى الطريقة ديت وهتدعيلي عليه كده شربط النعناع برد وبقى جاهز معايا شايفين بقى ما شاء الله قوامه عامل ازاي ولونه وعايز اقول لكم بجد تحفى مش هتشتريه بقى من بره تاني عملناه بطريقة سهلة وبسيطة جدا وطبعا تعمليه في البيت انضف واضمن ما تشتريه من بره بكتير واوفر كمان شايفين بقى ما شاء الله عملنا كمية قد ايه من بخمسة جنيه نعناع هتجيبي بقى ست لكل الكبايات او الكسات اي حاجة كده تحب تحط فيها وهتحط بقى فيها نعناع وبعد كده شرايح من اللمون وهتنزلي بقى بشربط بتاعنا التحفى ده يعني حوالي كده ربع كباية ومش هننسى بقى اهم حاجة كده نحط مكعبات من التلج وهنضيف بقى المياه او اللمون ومش هضيف بقى سكر هو الشرباب بتاعنا مسكر وتعمه حل وهضيف بقى نعناع من فوق عشان يديني شكل حلو قبل ما تشربيه طبعا هتقلبي كويس جدا وبقى الفهم شايفين بقى ما شاء الله شكله عمل ازاي وعايز اقول لكم بجد تعمه تحفى وتعملي بقى احلى مشروب لمون بالنعناع وكمان عملنا حفظ النعناع لمدة شهر او اكتر كمان من غير بقى ما يبوز معاك انهائي ان شاء الله جربت طريقة ديت وتعجبت جدا واتمنى بقى لو اول مرة تشوفي صفحتي انا اسمي اميرا عشور هاتمنى بقى تنوريني واتدستي لكم وطبع عشان يوصل لك جد باذن الله وما تنسيش بقى تعملي مشاركة للفيديو عشان الكل يستفيد اربع مكونات فقط وهنعمل احلى صور شوكولاتة من غير اي مادة دهنية يعني ولا هتحط زيت ولا هتحط زبدة ولا هتحط شوكولاتة وهيطلع بقى معاك بالجمال اللي انتوا شايفينه ده شكل وكوام وطعم عايز اقول لكم بجد طحفة جدا ومش هتشتريها بقى تاني هتعمليها في البيت انضف واحسن من بره بكتير وطبعا تنفع جدا لحشوات التورت او الجاتوهات او الدوناتس كباية الا ربع من السكر البودر ولازم يبقى ناعم جدا وكباية الا ربع من اللبن البودر ونص كباية من الككاو الخام ونص كباية لبن هتجيبي بقى شفشة الخلاط وهتنزلي بقى بكل المكونات مقادير بسيطة وسهلة جدا واضربيهم بقى كويس جدا حب بقى اعرب بتتبعيني من انهي بلد واتمنى بقى تعملي مشاركة للفيديو عشان الكل يستفيد اتي بقى الاسباتيولة او المعلقة وابدقي بقى نزلي الحروف كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده عشان تتضرب معايا كويس جدا هنزل بمعلقة كبيرة من الزيت ودي اختياري بس عشان تدينا لمع حلوة مش اكتر هنزل بنص معلقة صغيرة من رحة البندق بتبقى عند اي عطارة هتخلي بقى الشوكولاتة معايا كريحتها وطعمها تخفى والبديل هتضيفي باكت من الفانيلين واتدربيهم برضو كويس جدا وكده تمام هو ده بقى القوم اللي احنا عاوزينه هاتي بقى اي بولة ونزلي بقى بصوص الشوكولاتة بتاعنا اللذيذ الجميل ده شايفين بقى ما شاء الله من غير بقى ولا زيت ولا زبدة عاوز اقولك بجد ده احلى جناش ممكن تعملي بي الطرط والجتوهات والدوناتس اي حلوات كده عندك عايزة تعمليها اعمليها بقى بالجناش اللي انتوا شايفينه اللذيذ الجميل ده شايفين بقى باسم اللي ما شاء الله قوامه وطعمه عايزة اقولك بجد طحفة جدا يعني ريحة البندق دي بتوديف حتة تانية خالص وبيغنيك تماما انك تشتري شوكولاتة من برا ان شاء الله هتجربي الطريقة دي يبنفسك وهتدعيلي عليها واتمنى بقى لو وصلت معي لحد دينا في الفيديو ما تنسيش بقى تعملي مشاركة عشان الكل يستفيد واتمنى بقى لو اول مرة تشوفي صفحتي انا اسمي امير عشور اتمنى بقى تنوريني وتدوصي اللايك ومتابع عشان يوصل الكل جديد بإذن الله هاتي بقى كوبايتين من الضيق ونخليهم كويس جدا عشان لو فيه اي حاجة وكوباية من السكر وكوباية الا ربع من الزيت وكوباية الا ربع من عصير البرتقان او الاستفند المتوفر عندك تاخذ معلقة صغيرة من بشر البرتقان وكمان عندي كيس من الكيكشف وكيس كمان من الفانيليا بالبرتقان هاجيب بقى الخلاط او ممكن تعمليها بالمضرب اليدة وعلى ايدك مفيش اي مشكلة وهبدأ بقى اضيف السكر والزيت والعصير وبشر البرتقان لو تلاحظي هنا الكوباية واحدة وهنزل كمان بالفانيليا وهضربهم بقى كويس جدا حابة بقى اعرب بالتابعيني من انهي بلد واتمنى بقى تعملي مشاركة للفيديو عشان الكل يستفيد كده تمام المكونات الدرب كويس جدا مع بعد هنزل بقى بالمكونات الجفة وهضربهم بقى كويس جدا وهنزل بقى اخر حاجة معايا معلقة صغيرة من الخل الخل هنا بقى هيخلي الكيكة بتاعتك فتحة وفي نفس الوقت هشة كده وجميلة جدا معاك وكده خليط الكيك بقى جاهز معنا هو ده بقى القوام اللي احنا عايزين ومقدير بسيطة وسهلة جدا هتجيبي بقى ست الكل اي سنية كده تحب تحطي فيها بس اهم حاجة طبعا تكوني دهناها كويس جدا من الزيت وكمان هتحطي عليها دقيق بالشكل اللي انتو شايفينه الخطوة دي بقى مهمة جدا عشان خاطر الكيكة معاك ما تلزقش وانزلي بقى بخاليط الكيك بتاعنا الجميل ده شايفين بقى ما شاء الله قوامه ولونه وعايز اقول لكم بقى ريحته طحفة جدا قبل ما تحطيها بقى في الفرن اغبطيها بقى خطتين كده بالشكل اللي انتو شايفينه ده وهتحطيها في الفرن على درجة حرارة 200 هتاخب معاك تلت ساعة هجيب بقى كوباية من عصير البرتقان او الاستفندي اي حاجة متوفرة عندك تمام وهبتدي حط عليها معلقة كبيرة من النشا وكيس من الفانيليا وهنزل بمعلقة كبيرة من السكر وهقلبهم كويس جدا وهرفعهم على النار لحد ما يتقل معايا وقوامه يبقى بالشكل ده وكده الكيكة بعد ما طلعت معايا من الفرن شايفين بقى ما شاء الله منفوخة جدا معايا وهاش شولونها طحفة طبعا بتختبرها بالخلة هجيب بقى الطبق وهقلب بقى الكيكة بتاعتنا اللذيذة الجميلة دي شايفين بقى ما شاء الله شكلها عامل ازاي بجد طحفة وطبعا هحط بقى عليها السوس اللي احنا عاملين وعايز اقول لكم بجد طعم وخطير شايفين بقى عملناها بطريقة سهلة وبسيطة جدا وطلع شكلها خطير لا والأحلى بقى هنا ان احنا عاملناها من غير ولا بيض ولا لبن ولا زبدة شايفين بقى ما قدر سهلة وبسيطة جدا وشايفين بقى ما شاء الله شكلها جميل جدا من جوة ومن بره عايز اقول لكم بجد أحلى كيكة ممكن تعمليها وطعمها كده عامل زي الجاتو معاكي طعمها تحفن ان شاء الله تجربت طريقة ديت وتعجيبت جدا وهتدعيلي عليها اتمنى بقى لو اول مرة تشوفي صفحتي اني اسمي اميرة عشور اتمنى تنوريني وتدوصل لكم وطبع عشان يوصل لكل جديد بإذن الله وما تنسيش بقى تعملي مشاركة للفيديو عشان الكل يستثق وانت بتضرب القشطة بالمضرب الكهربائي او اليدوي او على ايدك ايا كان عشان تفصل معاكي خليها فيها مكعبات من التلج يعني تبقى مجمدة معاكي هتفصل معاكي على طول بالشكل اللي انتو شايفينه ده وهتصفيها بقى كويس جدا من الشرش وهترفعي بقى الزبدة على النار عشان تعملي بقى احلى سمنة وتطلع لك احلى مرطة وطبعا تخلي ايدك فيها كده بالشكل اللي انتو شايفينه ده وعلى نار هادية جدا من اول ما تحطيها لحد ما تخلصي عشان ما تشتش معاكي من تحت شايفين بقى ما شاء الله وبكده عملتي احلى سمنة بلدي وكمان طلعتي احلى مرطة احلى ما تشتريها من برة بكتير واوفر كمان كله من خير بيتك يعني انت كده لما تجمعي وش قشتة اللبن وبعد كده تضربيها وتفصيليها تبقى معاكي احلى سمنة وتطلع لك بقى احلى مرطة تحفظي بقى السمنة يفضل في برطمانات ازاز لو مش متوفر عندك حطي في اي حاجة تحب تحطي فيها بس اهم حاجة طبعا تكوني غسلها كويس جدا ومنشفها تماما من المية شايفين بقى ما شاء الله المرطة معايا زي الفل ما تحرقتش معايا ولا حاجة ليه عشان سوينا كده السمنة على نار هدية جدا هتطلع لك احلى سمنة واحلى مرطة وبالفة هنا